زي ما كنا بنكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة هنحيي مع حضراتكم النهاردة ذكرى ثورة 23 يوليو الثورة المصرية لغيرت موازين القوة باستعادة الاستقلال الوطني ثورة استطف خلفها الشعب وغيرت وجه مصر بشكل كامل خلت لمصر بلدنا دور محواري في المنطقة العربية والأفريقية الثورة يوليو زي ما غيرت كمان موازين السياسة المصرية غيرت كمان من موازين الحياة الاجتماعية في مصر أصبح فيه مسواة في عدل بين الطبقات أصبح فيه كرامة إنسانية متساوية خصوصا عند الجيل اللي نشأ مع بداية انطلاق ثورة يوليو مش بس كده الحقيقة والتقليل الفجوات بين طبقات المجتمع لكن كمان مجانية التعليم والمكاسب اللي جاءت من ثورة يوليو في هذا المجال تحديدا والقضاء على سلوس كان متواجد سواء جهل الفقر المرض الفساد اللي استشرة في الطبقات الحاكمة في الوقت ده وكان لازم ولابد من تصحيح المصار زي ما بنقوله خليونا نتكلم عن ذكرى ثورة يوليو وضفنا الكريم الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجماعة هين شمس صباح الخير على حضرتك صباح الخير يا فنم كل سنة وكتابين 72 سنة عنده على ثورة يوليو ولازم نتكلم فيها عن محطات وصلتنا لحد النهاردة تمام هي زي ما حياتك قلت بالضبط كده وزي ما ورد في البيان ان دي بتمثل محطة مهمة مفصلية في تاريخ مصر المعاصر واحنا ما بنستخدم تعبير محطة مفصلية في العلم عندنا فيه أيام ممكن نسميها أيام فاصلة أو نقاط رمزية ما بعدها يختلف عما قبلها و23 يوليو الحقيقة وليس معنا هذا إنكار لما قبلها يعني ده تراكم تاريخي لكن هنا بنقف نقول 23 يوليو 52 ثورة عظيمة في مصر يمكن البيان بيفكرنا بحاجة مهمة إنه الشعب تقبل هذه الثورة ومنحها بسرعة الرضا الطوعي والشرعي ولما نقول منحها الرضا الطوعي من اليوم الأول من اللحظة الأولى بنشوف صور العربيات الجيش والضباط وجنود في الشارع وإزاي إنه الشعب بيتحلق حولها وبيركب وبيجيب لهم صندوق شات وشاي وما إلى ذلك الصور اللي نزلت ليه هو ليه الشعب عمل كده وإحنا شفت المشهد ده بعد كده بقى في 25 يناير وفي 30 يونيو شفنا التضافر بين الشعب وبين الجيش شفناه إحنا عشناه لكن في 23 يونيو لما ترجع للدوريات بتلاقي هذا الرضا الطوعي وهذا القبول زي ما جيه في البيان سيلقى قبولاً من الشعب لأنه الأوضاع زي ما حدرتك قلت قبل 52 كانت أوضاع سيئة للغاية نفرد لها مساحة شوية فندم ونتكلم عن الأوضاع المتقزمة اللي قدت بينا شوف أنا أقول لك يعني علمياً إحنا منين بنستمد مصادرنا لما نيجي نتكلم عن أوضاع مصر قبل 52 لأنه طبعاً الميديا الآن بتحاول تشوه وأنا بشكركم على دعوتي ومهم قوي أحياء مثل هذه الأيام الميديا بتشوه وبتشوه زاكرة شبابنا والأسف في بعض المرضى اللي عندهم حنين للماضي وبعض الذين أديروا من ثورة 23 يوليو وده طبيعي بيهجموها ليل ونهار وبيهجمو الرئيس عبد الناصر زعيم عبد الناصر ليل ونهار ولذلك لابد من توضيح إحنا بنستمد المادة العلمية دي منين إحنا ما بنجيبش المادة العلمية دي من عندياتنا لا إحنا عندنا شهود عيانة عاشوا هذه الفترة وكتبوا آلاف من الصفحات مجلدات حول أوضاع مصر الاقتصادية الاجتماعية قبل 52 عندنا تقارير مخابراتنا إحنا المخابرات الحربية والبحرية اللي هي مخابرات الملك إزاي كانت بترصد زي ما جيه في البيان بالزبط إنه البلد فيها رشوة وفيها فساد إداري وفيها فساد سياسي وفيها فوارق طبقية صارمة ما فيش حراك اجتماعي من أسفل إلى أعلى وبالتالي هذا الجمود بيسبب تصلب في شرايين المجتمع زي ما جيه في البيان وزي ما بنكرر إنه هذه التقارير كانت بتشير إلى خطورة الواجهة لدرجة إنه بعض الذين هو طبعا لما نيجي نقول البناء الاجتماعي فهتلاقي كبار الملاك وكبار الرأسمالية المصرية والمتمصرة والأجنبية ودولة شريحة صغيرة ممتلكت كل الامتيازات وتميزت عن بقية عن اللي بنسميهم الشعب المصري لأن 99% من الشعب المصري كان بيعاني من عدم من زي ما حاتك قلت يا ممكن ده إجمال بقى اللي هو الفقر والجهل والمرض وعندنا إحصائيات وعندنا فعايز أرجع تاني أقول التقارير يعني أشارت إلى إن الأوضاع غير مستخرة إنه فيه اضطراب في البلد التقارير العالمية كمان إحنا نرجع للتقارير العالمية اللي بترصد إحنا عندنا صفر عايشين هنا كتير خاصة السفير البريطاني السفير الأمريكي فبيكتب لبلاده وده مهم بالنسبة له ليه وإنت كنت بتكلم حضرتك أو حضرتك عن التوازن الدولي في المنطق وبالتالي هو مهم جدا لإنه فيه كتلة شيوعية أو شرقية وفيه كتلة غربية وصراع بينهم ده النظام العالمي وبالتالي الكتلة الغربية متخوفة على هذه البلد المهمة لو قام فيها اضطراب أو ظل هذا الوضع السيء جدا ممكن يخذوها يخذوها الفكر الشيوعي ويأخذ المكان المهم في إطار الصراع الدولي ولذلك كله بيكتب تقارير فالتقارير الأمريكية والتقارير البريطانية كانت بتشير إلى أنه مصر تعاني من أوضاع في غاية السوق وهناك احتمال لانفجار ثورة عارمة وحدده كمان ممكن الثورة دي تكون منين مخابرات الملك أيضا حددت أن اللي هيقوم بالثورة دي ضباط وطنيين من داخل الجيش المصري ممكن بقى تسألني اشمعنا الضباط الوطنيين لأن ما فيش قوة سياسية ولا قوة اجتماعية في هذا الوقت تمتلك السلاح وتمتلك القدرة على الحجد ودي مسألة في منتقى الأممية ويمكن يعني مش مفاجأة أنه الاثنين اللي كانوا بيمتلكوا القدرة على الحجد واستخدام السلاح الإخوان المسلمين والجيش المصري هم 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 دول القادرين وبالتالي بالتالي كان الجيش هو صمام الأمان الضباط الوطنيين عشان ما نستخدمش الجيش الضباط الأحرار الضباط الوطنيين اللي هم هيعملوا تنظيم الضباط الأحرار برئاسة الزعيم العظيم جمال عبد النصر نقطة التحول جات ازاي والمكتسبات للمجتمع المصري ده السؤال مهم على فكرة قوي لأنه لما بتهاجم برضو ثورة يوليو يقولوا ده مجرد انقلاب ضباط انقالبوا على الملك المصطلح ده بيستخدم على ليلة 23 يوليو لأن ليلة 23 يوليو هوية انقلاب أي ثورة في الدنيا تبدأ بانقلاب لكن التحول اللي حالتك بتشيري إليه بدأ مبكرا ونبهنا مش نبهنا احنا بقى ده نبه المراقبين ونبه الكتاب اللي كتبوا عن الثورة في هذه الفترة سواء من المعسكر الغربي او الشرقي قالوا انقلاب بعد شوية غيروا بسرعة قالوا لا دي ثورة وبدأت تظهر كتابات كثيرة جدا توصف دور الضباط الوطنيين في دول العالم الثالث كله ومصر في القلب من هذا العالم الثالث بدأوا يقولوا انه ده فيه تحديد للملكية بميت فدان للفرد وميتين للأسرة فده بيلعب بيغير البناء الطبقي وبينحز للغالبية الفقيرة من المجتمع المصري لانه هيوزع الخمس فتدين على الفلاحين ويكسر هذا الاحتكار للأراضي الزراعية فده تغيير هيلغي الرتب والألقاب والناشين وبسرعة على فكرة يعني أيام بعد ثورة 23 يولي فنقطة التحول اللي حالي تسألي عليها جات مبكرة ولذلك انحز الشعب بسرعة لانه عاش الفساد وعاش الفقر وعاش المرض وكان بيتطلع الى تحقيق الحرية وتحقيق الاستقلال لانه هذه الجزئية كمان حضرتك بتعزم من هذه الثورة يعني في مواجهة الثورة الامريكية الفرنسية لو قارننا لا ثورة الفرنسية كانت ثورة دموية ثورة عظيمة ودموية حلو لكن هذه الثورة كانت ضد الملك وكبار النبلاء وكبار رجال كثير لكن ثورة نحن العظيمة كانت ضد سلطة الاحتلال اللي بتمتلك تمانين الف ضابط وجندي في قاعدة قناة سويس وضد الملك وضد كبار الملاك وضد الرأسمالية المصرية والمتمصرة والأجنبية المحتاكرة ولما نقول ضد الملك عندنا سلطة الاحتلال بدباباته وعندنا الملك بجيشه لانه هو جيش الملك اللي كان بيقول جيش أباي وأجدادي فده احنا بنتكلم على سلة من الضباط الوطنيين لكن الجيش كله مفوض انه مع الملك وضد شرطة الملك وبالتالي ضباط الوطنيين الشبان دول لازم يخدوا حقهم لما نيجي نكتب تاريخهم ان دول لعبوا دور مهمة جدا وخلقوا بقى النقطة اللي حاجة بتكلمي عنها انها نقطة مفصلية او رمزي يوم من ايام مصر صحيح طيب حضرتك اتكلم طبعا عن الفساد السياسي في فترة ما قبل الثورة والتساع الهوما بين الطبقات برضو في هذه الفترة عايزين نتكلم اكتر عن الاوضاع الاقتصادية كتعاملة ازاي وايه التغيير اللي احداثته ثورة 23 جوليو شوف هو هو طبعا ده موضوع محاضرة كبير لكن انا اقتصر لحضرتك انه مصر في هذه الفترة كانت تعاني من انحراف البنيان الانتاجي انحراف البنيان الانتاجي بلغة الاقتصاديين ان انت بتعتمد على قطاع اقتصادي واحد وعلى محصول نقدي واحد بتعتمد على القطاع الزراعي فقط وبتعتمد على محصول القطن فقط انت اجمالي الحياة الاقتصادية ديك صورة انه الدخل القومي كله بيجي من قطاع الزراع اساسا لو حضرتك بجاهة للمشكلة التانية انت عندك كمان انحراف اخر في العلاقة بين التصدير والاستيراد انت في انحراف هنا لصالح الاستيراد وانت ما بتصدرش فانت عندك مشكلة اخرى خلال في ميزان التجاري خلال اللي هو بنسمون حراف البناء الانتاجي فانت ده معناه انه فيه ازمة اقتصادية خانقة حقيقة وبتلقي بظلالها على البناء الاجتماعي اللي كنا بنتكلم عنه لما حد يطلع صورة جميلة المصر في الوقت ده ويطلع قصر انديل جميل والكبرى رائع وده حقيقي بس لصالح من وعشان كده لما نقول للولادنا لما تقرأ انت منحزل مين هل هي الفئة الصغيرة دي اللي كانت متمتعة ولا انت بتنحزل الفلاح الحافي اللي كنا بنعير في كتابات الاجنبية انه مصر بلد حفا يعني المشروع القومي اللي عملوه الاميرات من اميرات مصر في هذا الوقت محاولة ان هم يعالجوا مشكلة الحفا فما بالك بقى بالفقر والجهل والمرض الاحصائيات الخاصة بالمرض والاحصائيات الخاصة بالفقر والامية مزهلة في هذا الوقت فحضرتك التوصيف عشان ما حدش يخضع ولادنا مصر كانت بتعيش اسوأ ايامها في اخر عشر سنين من تاريخ الفترة الملكية من 42 ل 52 السيادة هددت واهين الملك في اربعة فبراير 1942 عندما حاصرت الدبابات البريطانية اصر عبدين واقراهته على ان يعين مصطفى النحاس رئيسا للوزراء فانت في دولة لما تيجي تقول ده حكم لبرالي ومش عارف ايه لا 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 ده انت عندك سلطة تحتلال النفوذ الاجنبي والتدخل لكن خلينا كمان نتكلم عن مكتسبات التعليم طبعا الشق الاقتصادي فيه الجزء الكبير اتجاه للصناعة وانشاء المصانع منها الحديد والصلبة طبعا طبعا في حلوان لكن التعليم تحديدا وفكرة ان الشعب المصري كله من حق ان هو يتعلم هو طبعا في القبل 52 كانت الدعوة الى مجانية التعليم وكان بدأ فعلا تطبيق مجانية التعليم لكن بعد 52 هنا كل من حق الشعب المصري اولاد الشعب المصري ان هما يحصلوا على تعليم مجاني ولذلك بدأت فيه نهضة تعليمية هائلة فيما يتعلق بعدد المدارس وفيما يتعلق بإتاحة الفرصة للتعليم في الجامعات يعني الجيل قبل 52 ما كانش بيقدر يدخل الجامعات ولما اقول الجيل هنا اقصد الجيل اللي هو ابناء الطبقة الوسطى وابناء الفلاحين وابناء الفقراء ما كانوش يقدرهم يدخلهم الجامعات لكن بعد 52 بقى فيه حراك اجتماعي هائل جدا واصبح التعليم وسيلة لهذا الحراك الاجتماعي وعلى فكرة ده في كل الثورات بيبقى التعليم وسيلة لهذا الحراك الاجتماعي فالانحياز للفلاحين وابناء الفلاحين وقتحت الفرصة للتعليم المجاني هذا مكتسب عظيم من مكتسبات ثورة 23 يوليو وهذا الجيل اللي دخل الجامعات الحكومية هو الجيل اللي قاد الحركة السياسية والتاريخية في مصر لغاية حرب اكتوبر 1973 يعني فعلا الجيل اللي تعلم وهنا برضو بتبقى فيه علامات استفهام طب ليه التحول العكسي لا ده موضوع تاني بعد المفتاح الاقتصادي هندخل فيه مسألة اخرى لا فيه مدارس خاصة ولا فيه تعليم خاص ولا فيه دروس خصوصية بالعكس كانت المدارس الحكومية هي اللي خرجت زويل وووووو الى اخر ده مش بس في مصر يا فندم برضو لما نجي نتكلم لا تأثيرهم تخطى مصر اللي تعلموا في هذا التوقيت كان يوم تأثير كبير جدا في احداث نهضة في خارج حدود الوطن خارج حدود الوطن سواء في الاقليم احنا اللي علمنا دول الخليج كله ده اللي أنا كنت أشعر يعني مدرسينا كانوا بطلعهم على حساب مصر اللي علمهم الدول العربية والرموز اللي انت بقى بتتكلم عنها في الطب وفي الهندسة وفي غيره ده دولة عمله نهضة في الولايات المتحدة الامريكية نفسها وفي اوروبا طيب ازاي سهمت الثورة في دعم ثورات التحرر في القرى الافريقية هو الفكرة بسيطة لغاية لازم الناس تعي يعني ايه نظام عالمي فلما يبقى عندك نظام عالمي سنائي القطبية والدول العالم الثالث محاصرة بالاستعمار ولما تتحرر مصر كأهم دولة في المنطقة من الاستعمار فالشطرانج ده ابيض واسود اللي بتتسارع عليه الكتلة الشرقية والكتلة الغربية معناه ببساطة شديدة انه استقلالك ليست له اي قيمة بدون الدخول في تعقيدات على فكرة استقلالك ليست له اي تقيمة اذا كانت سودان محتلة طبعا بتبقى تهديدات حواليك واليمن محتلة وبالتالي انت عربي وانت في اقليم وانت في اهمية استراتيجية لفلسطين وشمالنا وشرقنا وجنوبنا فبالتالي انت لما بتدعم حركات التحارب الوطني انت بتقدم نفسك كمان انت مش بتمنى على هذه الدولة انت بتقدم نفسك وخاصة انت عندك قناة السويس فلما تدعم سورة اليمن دي مسألة مهمة جدا عشان تحافظ على الملاحة في قناة السويس وده اللي ساعدنا على انتصار في حرب اكتوبر هنا المسائل لا تقاص بقى بدفعت كم او تحملت لكن خلينا متفقين افندي من مصر بتسير على نفس النهج في دعم الاستقرار في هذه الدول كل شكرا لحضرات الجمهور جمال شكرا أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الشمس شرفتنا ونورتنفا شكرا انقذينا لحضراتكم شكرا